أي حل موعد موجز الأنباء بصحبة زميلة دينا شرف دينا شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع القائم بأعمال محافظة البنك المركزي حسن عبدالله عددا من الملفات الاقتصادية فيما يخص المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية والإنعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإداءة للأفراد والشركات كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي وتدعيات الأزمة العالمية كما أطلع القائم بأعمال محافظة البنك المركزي رئيس الوزراء على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية استبعد جوز بورل لمسؤول السياسة الخارجية البتحاد الأوروبي موافقة للاتحاد بالإجماع على مؤمنة التأشيرات عن جميع روس وقال بورل إن قطع العلاقة مع المدنيين الروس لن يجدي نفعا وأن هذه الفكرة لن تلقى الإجمال المطلوع من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي وكان وزير خارجية لتشيكي يان ليبافاسكي الذي ترأس بلاده حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي قد أعلن بحث الاتحاد منع إصدار تأشيرات دخول للروس في إطار عقوباته على موسكو بسبب العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية أعلنت أوكرانيا أن قصفا بالمدفعية استهدف بلدات أوكرانية عبر نهند برون الذي تقع على ضفاته المقابلة محطس بورجيا للطاقة النووية من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسي أنها سجلت المزيد من حوادث القصف للمحطة من قبل القوات الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك بعد يوم واحد فقط من تبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا هذا وقال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا إن القوات الروسية حولت المحطة إلى قاعدة عسكرية قال المستشار النمسوي كارل هيني هامر إنه لا يمكن لأوروبا ترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقر يوميا مصير أسعار موارد الطاقة وأكد ني هامر ضرورة وقف ما يحدث حاليا في أسواق الطاقة وأن التحرك المضاد لارتفاع الأسعار يجب أن لا يكون فقط على المستوى الوطني بل أيضا على المستوى الأوروبية وشيرا إلى أن المسألة ستكون في صلب اجتماع طوارئ قريب لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو الماضي في باكستان وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إسلام مباد إن الفيضانات تسببت في أضرار الأكثر من 33 مليون شخص وضمرت نحو مليون منزل أو ألحقت بها أضرار جسيمة بالإضافة إلى تضرر أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير طرق وجسور تطلق اليوم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا المهمة أرتيمس وان إلى القمر باستخدام أقوى صواريخها على الإطلاق في رحلة تستمر شهرا وتتم عملية الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا حيث سيجرى إرسال صاروخ نظام الإطلاق الفضائي حاملا كابسولة أوريون ما يدشن عودة ناسا إلى سطح القمر وتعتزم ناسا بناء قاعدة قمرية دائمة في القطب الجنوبي للقمر ليس فقط كمكر الإقامة لرواد الفضاء المتجهين إلى القمر ولكن أيضا كمنصة الانطلاق لبعثات مأهولة إلى المريخ واستكشاف الفضاء ختم ومجزء التاسعة فاصلوا لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر